تؤكد طالبان أنها تحارب المخدرات التي يقوم عليها الاقتصاد الأفغاني وتشكل المورد الرئيسي للبلاد وحتى الحركة استفادت منها وفي مزرعته الضخمة للقنب في الجنوب يعلم غلام علي في قرارة نفسه أن ذلك لن يحصل إنها المزرعة الأكثر ربحية أكثر من أي محصيل أخرى وأكثر من القمح أو الزرة يأتي بعض المهربين إلى هذا المنزل ويشترونه بسعر جيد جذبت الحشيشة الأفغانية الشهيرة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مجموعات من الهيبيز والذين قاموا بعد ذلك بتصدير النوعيات والتقنيات المختلفة إلى باقي العالم من لبنان إلى المغرب أفغانستان اليوم هي أكبر منتج للمخدرات في العالم وخاصة للأثيون والحشيش وهي مصدر ثروة نادرة في واحدة من أفقر دول العالم في الجهة المقابلة في المناطق التي كانوا يسيطرون عليها فرض متمرد طالبان ضرائب على الأثيون والقنب لتمويل عملياتهم معركتنا ضد المخدرات مستمرة إن أكثر من ألف مدمن ومتعاط في السجن منذ الشهر الماضي ونحن نحاول القضاء على الخشخاش وعلى الحشيش ونحاول إبعاد الناس عن الباعة والمهربين رسمياً وباسم الشريعة تقول السلطات الأفغانية الجديدة إنها تريد القضاء على اقتصاد المخدرات وآثاره الجانبية المدمرة كإدمان المخدرات الذي سيطال عشر في المئة من السكان